أهلا بكم مجددا إلى اليمن حيث أخفقت حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح في الحصول على طقة مجلس النواب بعد رفض نواب حزب المؤتمر الشعبي الذي ينتمي له الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح التصويت احتجاجا على إغلاق مقر الحزب في عدن ويشكل حزب المؤتمر الشعبي غالبية في البرلمان الأمر الذي قد يزيد من تعقيد الوضع السياسي والأمني في البلاد في حالة من الغضب وربما اليأس غادر وزراء الحكومة اليمنية جلسة البرلمان التي لم تستمر أكثر من دقيقتين أمس فيما تغيب رئيس الحكومة خالد بحاح عن الجلسة بعد رفض كتلة المؤتمر الشعبي العام منح ثقة ورفض نواب حزب المؤتمر الشعبي العام وهو حزب رئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح التصويت احتجاجا على إغلاق مقر الحزب في عدن ويشكل الحزب الذي يتزعمه الرئيس السابق غالبية في البرلمان كما يشارك في الحكومة من خلال مقرابين منه وعقدت جلسة التصويت على الثقة في البرلمان للحكومة التي تشكلت بموجب اتفاق سياسي بين مقتلف الأحزاب في عقاب سيطرة الحوثيين على صنعاء إلا أن نواب المؤتمر الشعبي العام انسحبوا ولم يتم التصويت ويعاني اليمن من صراع على السلطة بين الرئيس عبدالرب منصور هادي والحوثيين الذين بات لهم سلطة ونفوذ بعد سيطرتهم على أجزاء كبيرة من اليمن والذين تحالفوا مع سلفه الرئيس المخلوع صالح ويتهم صالح والنواب الموالون له الذين يشكلون الأغلبية في البرلمان هادي بدعم عقوبات الأمم المتحدة على الرئيس السابق واثنين من قادة المتمردين وطالبوا الحكومة بإدانة هذه العقوبات علانية وفصلوا هادي من زعامة الحزب ردا على موقفه هذا وكان الحوثيون قد زحفوا إلى العاصمة فانتزعوا السيطرة عليها في سبتمبر أيلول الماضي للضغط على هادي لتشكيل حكومة جديدة تعطيهم دورا أكبر في الشؤون السياسية للبلاد ومنذ ذلك الحين يدفع الخلاف على تشكيل الحكومة الجديدة وكذلك التوسع العسكري للحوثيين يدفع البلاد إلى مزيد من القلاقل والاضطرابات ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من اليمن سيد عبدالله بن عامر الكاسب والمحلل السياسي كما أرحب بضيفي في الستوديو سيد نعمان المصفري المحلل السياسي أهلا بكم مضيفين على برنامج ملفات هذا الأبدأ معك سيد مصفري عدم حصول رئيس الوزراء خليد بحاح على ثقة مجلس النواب إلى أي مدى يعقد المشهد السياسي اليمني الذي هو معقد أصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد المشهد السياسي دخل الآن في وضع سيء جدا للغاية إضافة إلى المشهد الأمني والعسكري على الأرض وباتت هناك حالة شاذة حالة اكتمال اللا دولة داخل صنعاء فلم يعد هناك فرصة حتى للمناورة في المجال السياسي على اعتبار أن الحابس أو المعرق الكبير الموجود الآن بما يسمى مجلس النواب كما أشار التغرير لأن الأغلبية تابعين للرئيس السابق علي عبد الله صالح إضافة إلى هذا فالمسال السياسي تخصص به الآن سيد علي عبد الله صالح الرئيس السابق في إعاقة أي تطورات في هذا الاتقاه وعلى الجانب العسكري والمدني الجماعات الحوثية والتي هي بين قوسين أيضا جماعات الحالة الجمهوري والقوات الخاصة التابعة للرئيس علي عبد الله صالح يعني بذلك أن فرص أي حل سياسي قد باتت الآن للأسف الشديد وأقولها كذا بمرارة من أنها قد غابت في أفق غير واضح جدا المعالم وبالتالي مما ينذر قريبا وأتوقعه أنا وقد ذهب إليه العديد من المحللين في هذا الاتقاه قد ربما سوف تشهد مفاقات كبيرة جدا واحتمال أيضا أن هذه المساحة الضيقة التي يسيطر عليها الرئيس هذه ثلاثة كيلو متر مربع قد تنتهي من داخل صنعاء وبالتالي سوف يتم الانتقال من المشهد الأمني العسكري المسيطرة عليها التحالف العفاشي الحوذي إلى المستوى السياسي مما يعني نشوء واقعين جديدا الواقع الأول هو داخل صنعاء بمتغيراته المحلية على اعتبار أنه قد ربما يذهب بعيدا إلى اتقاه ولاية الفقه وهذا قد ربما أيضا كثير من القوى السياسية التي غابت أساسا من المشهد وتعطلت نهائيا من أنه أيضا وقع آخر جديد داخل القنوب يتشكل الآن باتجاه الاستقلال وهو الآن الحاصل داخل القنوب على اعتبار أن الحالة الشهدة داخل صنعاء قد ألقت بظلال سيئة جدا من خلال قتل كثير من الشهداء وبالذات لو لاحظت اليوم قتل شهيد آخر هو الدكتور الزين اليزيدي الذي يضاف أيضا إلى خلال أسبوع واحد ستة شهداء اسمح لي سيد علي أن أشرك معي سيد عبدالله بن عامر سيد عبدالله هل تتفق على ما أتى عليه السيد علي نعمان المصفري من أن علي الرئيس السابق علي عبدالله صالح بات يتحكم الآن في المشهد السياسي ونواب المؤتمر الشعبي اليوم لعبوا دورا أساسيا في عدم حصول رئيس الوزراء على الثقة الرئيس السابق بالفعل هو موجود في الخارطة السياسية ومؤثر إلى حد كبير وهذا التأثير هو نتيجة واقعية نظرا لفشل الحكومات حكومة الأخوان المسلمين وأيضا التحالف بين الرئيس هادي والأخوان خلال العامين الماضين في إدارة البلاد وإدارة الملفات الأمنية والاقتصادية كان هناك الجميع كان يتجه نحو حالة انهيار شامل إضافة إلى الفساد المالي والإداري إضافة إلى عدم التعاطي بإيجابية مع القضايا كالقضية الجنوبية كقضية صعدة كل ما يحدث اليوم هو نتيجة واقعية وحتمية لانهيار الدولة لعدم وجود رؤية لدى الرئيس رئيس الجمهورية كان لديه قبل عام أو عامين من الآن كان لديه الفرصة كاملة في قيادة البلد نحو التغيير الشامل والكامل نحو بناء الدولة المدنية الحديثة نحو حل كافة القضايا الوطنية بحلول جذرية وحلول واقعية إلا أنه للأسف الشديد وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تعقيد سياسي وحتى هذه اللحظة هناك صراع سياسي محتدم بين القوى السياسية وبالفعل أنه اتفق مع ضيفك الكريم في بعض الزوايا وفي بعض الجوانب التي ذكرها مما يتعلق بوضع الرئيس هادي فعلا ووضعه حتى هذه اللحظة وضع صعب وهو من أودى بنفسه إلى مثل هذه الحالة كان يظن في مرحلة معينة بأنه هو المسيطر وهو الأقوى ولكن للأسف الشديد عندما غابت عنه رؤية الدولة المدنية وأراد لنفسه أن يكون طرفا ضمن الأطراف السياسية المتصارعة وأيضا منح بعض الأطراف القوى والنفوذ مقابل إقصاء بعض الأطراف هذا ما أدى إلى حدوث أو بقاء نفوذ الرئيس السابق علي عبدالله صالح حتى هذه اللحظة وإن كان النفوذ لا اتفق مع ضيفك الكريم بأنه النفوذ بتلك الدرجة الكبيرة في الأرض هناك اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله المسيطرة على الأرض وأعتقد أن مسألة الحرس الجمهوري أو ما يتعلق بالأجهزة التي كانت تعمل لصالح الرئيس السابق ليست بذلك المستوى إنما هي الحالة الشعبية نتيجة سخط الناس ونتيجة انهار الأوضاع ونتيجة وصول الناس إلى حالة من اليأس من الثورة الشعبية في 2011 من تداهر الاقتصاد الوطني أدى بهم إلى أن يقول البعض أن الوضع قبل 2011 كان وضعا أفضل بسبب فشل الحكومات حكومة الوفاق الوطني وأيضا الحكومة الحالية وبالتالي فإن الرئيس السابق يستخدم بعض العدوات كما يحدث الآن في البرلمان البرلمان كما تعلمون هو أطول برلمان يعتبر في العالم من 2003 حتى هذه اللحظة لم يتغير البرلمان نتيجة الصفقات السياسية كانت الصفقات السياسية بين اللقاء المشارك والمؤتمر الشعب العام تحل دون إحداث شراك برلمان لانتخابات جديدة نعم عذرني على المقاطعة ابقى معنا أعود لك سيد علي يعني إن كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح يدخل هذا الصراع مع الرئيس الحالي وحاول إفشال مؤسسة الرئاسة والمرحلة الانتقالية ما بعد الرئيس الجديد ما البديل الذي يطرحه علي عبدالله صالح يعني إلى ماذا يحضر ما بعد إنهاء مؤسسة الرئاسة وإنهاء الدولة في اليمن يعني ما السيناريو القادم حتى نفهم يعني حتى الآن المستفيدون الوحيدون هم الحوثيين أنا ذكر قبل أن يتم إقالة الرئيس السابق علي عبدالله صالح قال كلمة لازلت تطن في إذني حتى هذه اللحظة وأنه ما بعدي أنا أو الطوفان يعني أنه سوف يكون هناك قتال من كل الباب وكل نافذة وسوف يتم تغيير حقيقي في مسار كل الأحداث القادمة بالفعل الآن نجد ماذا اللي حصل أنه تحولت البلد الآن إلى إصابات وميليشيات ليس إلا لا توجد إطلاقا فيما يسمى كان الجمهورية العربية اليمنية الآن دولة أو أجهزة حتى الأجهزة الأمنية والعسكرية تلك التي كان على رئيس السابق علي عبدالله صالح قد تحولت الآن إلى عبارة عن ميليشيات مختلفة هنا وهناك الحوثي لم يكن إلا فقط غطاء أو مضلة لمجمل هذه الأحداث التي حاصلة على الأرض في الواقع أيضا في الجمهور لو تلاحظي وكأن الأجهزة الأمنية الدولة بكل مسلمات لم يبقى شيء لا قانون لا أنظمة لا شرطة لا قيش لا أي شيء ولكن موجود فقط عبارة عن عصابات وأجهزة هي تابعة لنظام الاحتلال هذا واحد جانب الثاني أيضا أنه لو لاحظت أيضا في القنوب القتل اليومي المتعمد لكثير من النشاطات في الحراك القنوبي ولكن أنا خلاصة يمكن أيضا أن نلخص الوضع الحالي على النحو التالي أولا أن المسارات السياسية المختلفة التي حصلت خلال الفترة الماضية قد بقت بالفشل سواء فيما يتعلق بالمزادر الخليجية أو مقرقات المؤتمر الحوار أو فيما يتعلق حتى بإطلاق السلم والشراكة كل هذه الجوانب السياسية قد أهملت قد تركت جانبا وبالتالي الآن الانتقال إلى حسم الموقف السياسي الواضح بدليل أيضا دخل سنعى لو لاحظت خلال الفترة الماضية الآن واليوم اليوم تحديدا قد تم استكمال بعض من المرتفعات الاقتصادية الهامة التي تسيطر على مدخولات البلد تقريبا شركة سافرة التي تم الاستيلاء عليها داخل صنع من قبل مجامع الحوثية تمثل 70% من البترول من دخل البترول وتسعين في المئة تقريبا من الغاز سواء المستهلط أو المصدر إلى قانب أن ميناء الحديدة بالكالم التي تم الإطباق عليه هناك الآن تمدد حوثي في كل المحافظات التي كانت ما يسمى بين قوسين الجمهورية العربية اليمنية يعني بذلك أنا يذكرني هذا الوضع بآخر اللحظة عندما صعد الرئيس محمد سياد بره إلى المنصة يودع الصومار ويقول من داخل الميناء ميناء مقديشو من أنه الآن سوف تدخل البلاد في فوضى عالمة وبالفعل حدث السؤال أنا في اعتقاراتي أن الحالة اليمننة الآن الموجودة داخل صنعاء أو المحافظات الأخرى قد ذهبت إلى اتقاهات صيئة جداً وهذا طبعاً يُعزى إلى فشل حتى القهود الإقليمية أو الدولية في تحديد أي مسارات قادمة يمكن أن تفضي إلى حل الوضع المعاقة داخل البلاد من قانب ثاني إذن في القنوب الآن أصبح القنوبين حسبوا موقفهم نحو الاستقلال ولا توقع أي خيالات داخل القنوب غير أنهم يكونوا دولتهم وفقاً لهويتهم القنوبية العربية ومن قانب ثاني أيضاً أن القوة الآن في قوة تتوحد داخل أيضاً القانب الشمالي من إمكانية إيقاد وضع للتوازن من خلال التمدد الحويل ولكن في تقديري أيضاً دخلت البلاد الآن في حرب طائفية لا لها أيضاً منقذ غير أنه نتمنى من الله سبحانه وتعالى من أنه هناك تفقد عقول خيرة وعقول حكيمة يمكن أن توقف على الأقل الانزلاق إلى هذه الهاوية الخطيرة التي يمكن أن لا تعدل فقط داخل صنعة مشكلة واليمن ولكن أيضاً ربما تلقي بضلالها وبمساوي خطيرة جداً على الوضع في الدول المجاورة شكراً جزيلاً سيد نعمان المصفري المحلل السياسي وأشكر ضيفي أيضاً من صنعاء سيد عبد الله بن عامر على هذه المشاركة نفاصل ونعود يبقى معنا